السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيب ما عاملين ايه? ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة كده انا جاي اصبح عليكم وقول لكم يا صباح الشتة والتكتكة. وبمناسبة الشتة والتكتكة بقى لازم كده نعمل اكلة كده عشان تدفينا. وعشان كده بقى قررت ان اعمل لكم محشي باللحمة المفرومة. انا عارفة طبعا طبعا كل البنات الامارات اللي بيسمعوني عارفين وبيعارفوا كويس او يعملوا المحشي. طب انتي جاية ليه? طب انا جاية بقى اقول لكم على تكات كده بسيطة كده هتخليلك المحشي ده واو. حاجة كده انبهار من الاخر. عايزة اتعرف المحشي الجميل اللي قدامك ده والطاجن اللذيذ ده اتعمل ازاي? هاتي يلا ورع وقلم واكتبي ورايا وخطوة بخطوة امشي ورايا خطوة بخطوة. وبس قبل ما نشوف اي حاجة ونشوف اي طريقة الاول بنعمل ايه? بنسمي الله ونصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضلا وليس امرا. اللي لسه داخل وشايف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس ويشاير الفيديو الاكبر هادت ممكن عشان غيرك برضي يستفيد. ويلا نشوف احلى واطعم طاجن. محشي باللحمة المفرومة. ويلا يا ستي على البتو جاز ونجيب كتعة زبدة كده كويسة واحترمة وحبة زيت وايه? ونحطها على البتو جاز. نجيب البصل بتاعي. انا بصوا بقى انا هعمل ايه? انا هعمل اربع بصلات. بس بصلتين في الاول كده زي ما انتم شايفين. وبصلتين بعد كده هعملهم بس ايه? هوريكوا بعد كده هعمل بيهم ايه? يعني بصلتين في الزبدة كده. ده اخد تشويحة بسيطة. تمام? وهنزل بالصل. والبصلتين التانيين هوريكوا هعمل بيهم ايه تاني بقى بعد كده. هحطوهم نيين كده من غير اي حاجة خالص. تمام? انا قطعت البصل اهو زي ما انتم شايفين كده بالزبط. وبعد ما قطع البصل اهو خلاص بقى هشغل النار. وايه? وهفضل اشوع فيها. تمام كده? اهو انا قطعتها اهو خلصت اهو تقطيع. وهفضل ايه? اشوع فيها كده. انا مش عايزها ده هي دوبك بس تدبل معي. انا ما بحبهاش. اللي امتبعني عارف ان انا ما بحبش هدبل يعني ما بحبهاش حتى تاخد لون. انا هي تدبل بس معي. تمام كده? حلوة اوي كده. هفضل اقلب بقى زي ما انتم شايفين كده. لغاية ما حس ان ايه? الزبتة ساحت ودبله في قلب بعض كده. والبصلتين دول زي ما انا قلت لكم كده. انا مش هعملهم دلوقتي. هركنهم على جنب وهواريكم هنعمل بيهم ايه بعدين? انا قلت دي كده خلاص. هي ايه? يا دوبك دبلت. ونزلت بالطماطم بتاعتي اللي انا آآ هرساها. دربها في الخلاط. نزلت بيها على الايه? على على البصرة. وبهاراتي بسيطة جدا. ما بحبش اقطر بهارات. لو قطرت بهارات طعم المحش هيتغير. تمام? انا حطيت فلفل اصمر وكمون وشطة. واخطي اي اي بهارات تانية بس تكون آآ يعني ما تكونش كتيرة. وحطيت معلقة سكر كمان. او نص معلقة سكر كده عشان طبعا عشان تشيل الحمودة. والتكة بتاعتي بقى اه احنا كنا على طول متعودين ان احنا بنحط الخضرة دي في الاخر خالص. التكة بتاعتي بقى المرة دي انا هحطها في الاول وهحط في الاخر برضي. بقى انا القدرة دي كده هحطها مرتين. هحطها في الصالسة دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هحطها تاني بس هوريكم بعدك هنعمل ايه? واحدة واحدة وخطوا وخطوا هنمشوا مع بعض. ودلوقتي بقى تعالوا عشان ايه? هنقطع الايه? الكرومب معنا. انا بصوا هقطعها لكم المرة دي بطريقة بصوا يعني انتم بدل ما انتم تجيبي واحدة واحدة كده تقطع العون بتاعها. لا انا هخليكم كله تقطعوا مرة واحدة مع بعض. حطي كله بعضه كده زي ما خليهم متسويين بحيث لما تيجي تقطع العناء كلها مرة واحدة. تمام كده? وهجيب بصوا بقى هقطع ازاي? اجي هوا تقطعها هين? قطعتهم كلهم مرة واحدة. فتاكة واحدة. مخدوش مني وقت خالص خالص. زي ما انتم شايفين كده بالزبط. اهو. خدوا مني وقت كده. ولا وقت ولا اي حاجة خالص. وقطع تقطيع الصغيرة برضو بصوا بس شكل عامل ازاي? وانجزت نفسي وخلصت نفسي. هي دي التقطيع السهلة واللي اتخريكت انجزي انا خلصت كل الكرنب بتاعها زي ما انتم شايفين. وقطع بقى قطع صغيرة بقى التقطيع اللي ايه اللي تناسبك او اللي انا بحبه بصوا بحبوش صغير جدا وبحبوش كبير قوي بحبو في الوسط. بحبش ايه اه بصوا بقى انا هجيب ايه? هعمل زي الرقل اهو. هعمله في ايدي كده وهقطع بقى التقطيع اللي انا عايزيها. انا ما بحبوش كبير قوي بحبو واسط. بصوا عاملة زي الرقل مش هسيبه من ايدي. هفضل اقطع التقطيع اللي انتم شايفينها دي كده. واحدة واحدة كده بالروح. انتي بقى شوف انت عايزة تقطع ايه? كل واحدة كل واحدة فينا اه لها تقطيع معينة او بترتاح في حاجة معينة. انا بوريكي انا اه انا دي طريتي. انتي ليكي تقطيع معينة حبيبتي او انت بتكبر شوية او بتصغاري عني شوية. تمام. اللي ترتاح فيه اعملي. وانا هو كده بقطعه كده. بقطعه بعد كده بحشي بسهل علي بصراحة. في بنات بتروح مسلا ايه وهي بتحشي بتقطع. انا اللي انا بصراحة بقطع وبحشي ايه? وانا ايه اه ريئة كده بصراحة. واجي نقطع اطا هو كله هوا. بصوا زي ايه بصوا. انا جد طاطع لنا بقطعه بحب بقطع كده بصراحة. بحبش ان انا اه يعني اكبر اوي او ان انا اصغراه. ده كده في الوسط كده. وهجيب الرز بتاعي بقى ان طبعا انا غسله. وحطيته كده في ايه? في البولة اللي احنا ايه? هنعمل فيها او هنحط هنجمع كل ايه? كل كل كلامنا ونحط ايه فيه. وجبت اللحمة المفرومة بتاعتي بقى. وطبعا البصلتين اللي انا قلتلكو عليهم. وجي معادهم بقى. وهنقطع البصلتين على اللحمة المفرومة. عفوني حبيبي. جبت انا جد اه انا كده جبت اللحمة المفرومة بتاعتي هون. وهقطع اللحمة المفرومة بتاعتي دي على حسب ما انت عايزة. انا يعني انا عملت الكمية دي. انت عايزة تعمل الكمية اقلي تمام. عايزة تقطري تمام على حسب الكمية بتاعتك. وعلى حسب كمية المحش بتاعتك. وعلى حسب ما انت عايزة تعمل ايه. تمام? انا بقطع البصل كده زي ما انتم شايفين كده. بحب بصراحة اقطع البصل بايدي يعني. الكابة دي بحتاج لها لما بكون ايه يعني يعني مستعجلة او. يعني او يعني مضطرة لها. وجيت اه جبت كده اه معلقة فلفل اصمر ومعلقة ملح. وبحط بهاراتك عمتا بقى البحارات اللي انت عايزاها. وجبت بقى اللحمة المفرومة بتاعتي على الرز زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت الرز بيعادل اللحمة يعني انا حطيت رز يعني الكمية اللي حطيتها في الرز عادلتلي الكمية اللي انا حطيتها في اللحمة عشان حسي بتعم اللحمة برضو. وحطتوا الصالسة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالضبط. وهقل بكل كل كلام ده ومش همسى الخضرة. وطبعا انا انت عارفين الجزر دوا يعني بيدي طعم ومزاق تاني خالص اللي هي يقولك لا اتبتحطي جزر على المحشي اه حطي جزر وجربي كده وقولي بقى امونا دا قالت يعني الجزر دا بيدي له طعم كده وريق مش قادرة اقولك جبار وحطت الخضرة بقى في الاخر خالص طيب انا حطت الخضرة كده مرتين انا حطت الخضرة في الصلصة عشان الصلصة تاخد من ريحة الخضرة وحطت برضو الخضرة في الاخر خالص وجبت الطاجن بتاعي الحلو بقى انت عندك طاجن بايريكس عندك اه طاجن فخار زي بتاعي كده عندك صنية عندك حلة تمام كله شغال بس انا بصراحة ايه المرة دي حبيت ان انا عامله في طاجن كده واقول لكم حاجة الطاجن ده اثبت لي ان هو كنج بصراحة كنج بيطلع الاكل كده ليه حاجة تانية مختلفة خالص يعني انا اكلته كتير قوي في حلة واكلته في صنية بس طعمه وهو في الطاجن حقيقي مختلف خالص فانا كده انا انا جبت الطاجن بتاعه زي ما انتم شايفين وقطعت بقى فيه فلفل عندك طماطم حطي في في القعر كده بصلايا جوليان كده قطيها في القعر اي حاجة عندك اللعناء بتاعة بتاعة المحشي بتاعة الكرنب تمام برضو حطي اي حاجة مش حكمك باي حاجة حطي اي حاجة في القعر زي ما انتم شايفين كده تمام انا هوا انا بحشي بص بقى طاريتي في الحشو عاملة ازاي انا بص ما بعصرش فيه بنات بعد ما بتاعة تروح عصرها في ايديها حبيبتي انت لو بتعصريها الادام او الزيت او الحاجة اللي انت بتحطيها هتنزل منها مش هبقى له طعم ابرومي زي ما انت شايفة كده وخلاص خلصنا ما تمسكيش ولا تعصري فيه تاني كفاية كده قوي اهو انا بحش معك هوا عشان حبيب الصغيرين اللي لسه متجوازين جداد ومش هارفين يحشوا ازاي انا بعلمهم ازاي ايه يحشوا بالطريقة دي اهو بالطريقة دي كده امسكي كده وتروح حطه وبرومي ولفي بقى الايه الطاجن بتاعك فيه واحدة واحدة كده يتلف انا حغلصت هوا الطاجن بتاعه هون زي ما انتم شايفينه كده انا كده خلصتو بس سبت طبعا مساحة ما عملتوش للاخر لان انتم عارفين ان هو بيزيد فستة مساحة كده قيمت ام عقلة صباح او اكبر يعني عقلتين كده عقلتون من الصباح كده سبتهم سبت مساحة لها لشان طبعا بيزيد وجبت بقى الشربة اللي قصادكو دي طبعا انا كنت عاملاها باللحمة يعني المحش بتاعي ده اولا كانت باللحمة المفرومة فانا بصراحة ما عملتش حاجة يا جنبي طب الشربة دي انت عملتها ازاي ولا ولا اخترعتها ازاي انا هقول لكم كل حاجة الشربة دي سبت بقى انا عملتها ازاي انا جبت اا ميا مغلية بس برضو حطتها على النار برضو وقدت زبدة كده 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 محترمة او دهنة اولية اللي عندك يعني انا بس انا حطيت زبدة تمام وحطيت مرئة دجاج انا حطيت واحدة بس انت عايزة تحط اتنين ميش تمام برضو انا حطيت واحدة مرئة دجاج بس مرئة دجاج دي تكون باللحمة وحطيت شوية ملح وفلفل اصمر بستة جدا وورق روني وورق لورين وحطيتهم يعني غليو كده على النار شوية زي بقى زي الشربة بالزبط يعني يعني بسته هي هي زي الشربة بالزبط وحطيت قطعة صلصة معلقة صلصة ودهبتهم في قلب بعض ودي انا سقيت اهو مش هسئل ليه الاخر اه انا يعني هدي مساحة النفس كده هجيب بقى آآ ورق زبدة وهغطيه عشان احكمه وهجيب كمان ورق آآ فايل وهغطيه خالص عشان البخار ما يطلعش انا عايزة بص يعني بص يعني ابرمها خالص على الاخر بحيث ان البخار آآ يساوه لي كمان من جوه تمام يا حبيبي انا كده زي اللي بص عملته ازاي امكانته خالص يعني بنتي اللي عمالها بتكلمكم في الكاميرا هنا بتقول لكم بص انا كفنتك خالص على الاخر ودين انا عملته خلصته هو وهمسكه بقى وحطه فيه في الفرن ده حتى درجة حرارة انا مش هزود درجة حرارة هخليها مية وتمانين لا ميتين ولا الكلام دخلها مية وتمانين تمام كده تمام او في الرف الوسطاني كده على مية وتمانين وسيبيه بقى هتسيبيه قد ايه حبيبتي هتسيبيه ساعة لربا ساعة لربا هتاكل احلى محشي بصوا بقى بصوا عمل ازاي هعايز اقولك ان هو كان عبارة عن زبدة زبدة بجد مش ببالر كان احلى محشي بجد كان روعة كان جبار بصوا بقى البخار كان طالع ازاي كان حقيقي روعة ورحة البصل اللي انا قطعته في القر من تحت كان طالع بقى على المحشي وريحته كان جبارة وانا حشيت كمان اهو بطاطس وحشيت كوسة اهو حشيت فلفل معاين بردك بس بصراحة كان بصراحة المحشي في الطاجن مختلف حقيقي عن الحلة مختلف عن الصينية مختلف بجد في الفرن اختلاف تام يعني احنا بنحطه فوق البتو جاز كتير بس بصراحة لما بتحطيه في الفرن الليه طعم ومزاق تاني مختلف خالص خالص نهائي فيا حبيبتي اجرب طريقتي دي وانا عجبك طريقتي اعملي لايك او اتنسي لايك بتاعي وشيار الفيديو الاكبر عدد ممكن عشان غيرك برضو يستفيد وباي احلى متابعين في الدنيا موسيقى موسيقى